الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين حديث اليوم عن خير خلق الله أجمع عن الذي يزين به الكلام إذا أردت أن تمدح إنسان فامدحه بالكلام لكن إن أردت أن تزين الكلام فزينه بسيرة خير الأنام النبي عليه الصلاة والسلام هذا النبي العظيم الذي لما أراد الله جل وعلا أن يعرفنا قدره فقال وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رحمة لجميع المخلوقين بل لعظيم شأنه وقدره عند ربه سماه باسمين من اسمه فقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نبي رؤية فيه من الرحمة التي لم تعهد من غيره أبدا وصل فيها إلى مرحلة ربما لم تتخيل عند أحد لك أن تتخيل هذا النبي العظيم لما دعا قومه وكان رحيما بهم وقابله بالإيذاء وبالتعذيب وبالسب وبكل أنواع للطهاد حتى في العام الذي مات فيه عمه وزوجته لم يرحموا وعلى الرغم من ذلك خرج وتركهم وذهب إلى الطائف ليدعو إلى رب العالمين فما النتيجة صلتوا عليه السفهاء ليلقوه بالحجارة ليسيل الدم الشريف من قدم خير خلق الله أجمعين يطبع على الأرض مع خطواته منظر شديد وعصيب يتحرك من أجله الجبال بل لقد أتى من أجله ملك الجبال مع سيدنا جبريل قال يا رسول الله إن الله قد سمع كلام قومك لك وما ردوا به عليك وقد بعث إليك ملك الجبال وذلك لتأمره بما شئت فيهم فسلم ملك الجبال وقال يا رسول الله إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين لفعلت ولزال الدم الشريف يسيل من قدمه والموقف من أشد ما يكون وكل أمر بيده صلى الله عليه وسلم قال لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً هذا النبي العظيم الذي ما عاش لنفسه أبداً بل عاش لغيره في أحد الأيام يجلس ويبكي بكاءً شديدًا لأجله نزل خصيصاً سيدنا جبريل أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول نبي الله إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقرأ قول نبي الله عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وبكاء بكاءً شديدًا ينزل سيدنا جبريل مستفسرًا عن بكاء خير العالمين يا رسول الله الله يسألك ما يبكيك والله أعلم لكن هذا يجري لكي نعلم قيمة هذا النبي العظيم فقال يا رب أمتي أمتي ما فكر حتى في نفسه فيصعد بالرسالة ثم يعود بالخبر اليقين يا رسول الله الله يقول لك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك إذا كان في الأمثال عندنا لأجل عين تكرم ألف عين فكم أكرم الملايين من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك حتى في عالم الحيوان عرفت رحمته يدخل في بستان فيأتي إليه جمل رآه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الرحمة حن للنبي صلى الله عليه وسلم وضارفت عينا نزل الدمع من الجمل فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن احتضن ومسح ذفراء مؤخرة الرأس ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا الجمل من رب هذا الجمل فأتى فتى من الأنصار قال أنا يا رسول الله قال أفلا تتق الله في تلك البهيمة التي ملكك إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبك تجيعه وتجعله يعمل بدون راحة قال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حتى في يوم القيامة حينما يقول جميع الخلق وحتى الأنبياء نفسي نفسي يكون شعار النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين